بسم الله الرحمن الرحيم يا سلعة الرحمن من ذاك فأهاءها إلا أولو تقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرغت بيسار الأثمار فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفاني وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني للعبد فيها خيمة من لؤلؤ ريحانة النونية ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسواني ولباسهم من سندوس خضر ومن استبرق أوعال معروفاني ماذا كمن دود بنى من فوقه تلك البيوت وعادها طيراني وصف الجنة هلا ولا نسجت على المنوال نسجت يا بنا بالقرن والكتار وصف الجنة وصف الجنة فارس عباد يا خاطب الحور الحسان وطالباء لوصالهن بجنة الحيواني لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثماني أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفاني ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن متواني أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني فأشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضاني واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني لا يلهي أنك منزل لعبت به أيدي البلا مذسال في الأزماني فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزاني سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوال ذي الكفراني سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكاني وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن عمرت بهم هذه الديار وأغفرت منهم ربوع العلم والإيمان قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضواني صاحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهواني كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزاني والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيراني ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو على الأزماني أبدانهم أجداث هاتيك النفو سلاء قد قبرت مع الأبداني أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني لا ترضى مختاروهم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرماني لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفراني لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيراني ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبراني لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خواني طبعت على كدر فكيف ينالها صفواً أهذا قط في الإمكاني يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زماني أَوَمَا سَمِعْتَ بَلَا رَأَيْتَ مَصَارِعَ عشاق من شيب ومن شباني فاسمع إذا أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الإحساني هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفراني درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسباني مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهاني لكن عاليها هو الفردوس مس قوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنياني منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازلا بجناني أبوابها حق ثمانية أتت في النصف وهي لصاحب الإحساني باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالرياني ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأماني ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفاح للإيماني منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآني سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسباني هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشاني وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفاني لكن بينهما مسيرة أربعي نرواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني ولقد روي تقديره بثلاثة الأيام لكن عند ذي العرفاني عن البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذول كراني هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيماني أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسناني لا تلغي أن هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفاني هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن ولذاك يكتب للفتاة لدخوله من قبل توقيعان مشهوداني إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الدياني فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديواني ذا الإسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المناني ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلاني فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلقان هذا وإن صفوفهم عشرون معمئة وهذه الأمة الثلثان يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بأسند الشيبان وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زمان عن ابن عباس وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان ولقد آتانا في الصحيح بأنهم شطر ومن لفظان مختلفان إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم هذا رجاء منه للرحمن أعطاه رب العرش ما يرجوه زاد من العطاء فعال ذي الإحسان هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثمان السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا نولي سبق إلى الإحسان والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسكم خالص يا ذلة الحرمان ويرى الذين بديلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان لكن أدناهم وما فيهم دني ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنينها ألفان كاملتان فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الدان أوما سمعت بأن آخر أهلها يطيه رب العرش ذو الوفران أضاف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء ما سوى الولدان ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء عشر بعدها عشران وكلاهما في الترمذي وليس ذا بتناقض بل هاهنا أمران حذف الثلاث وليف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سيان عند اتساع في الكلام فعندما يأتوا بتحرير فبالميزان والطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان والطول صح بغير شك في الصحيحين لذين هما لنا شمسان والعرض لم نعرفه في إحداهما لكن رواه أحمد الشيبان هذا ولا يخفى التناسب بينها ذا العرض والطول البديع الشان كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان ألوانهم بيض وليس لهم لحا جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان ولقد آتا أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان لكن في إسناده نظر ففيه راويان وما هما ثبتان أعلي العلاء هو ابن عمر ثم يحيي الأشعري وذان مغمور زان والريح توجد من مسيرة أربعين وإنت شامئة فمرويان وكذاروي سبعين أيضا صحها ذا كله وأتى به أثران ما في رجاله ما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو إمكان ولقد آتا تقديره مئة بخمس ضربها من غير ما نقصان إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا وذلك واضح التبيان أو باختلاف السير أيضا فهو أمواع بقدر إطاقة الإنسان ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران مئة بخمس ضربها أو أربعين كلاهما في ذاك محفوظان فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى لنا الثاني صحابيان هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالفرقان والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم لجنان وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والإيمان والتصديق بالقرآن ولذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان وروا ابن ماجة أن أولهم يصى فحره إله العرش ذو الإحسان ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك قابع الكفران فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببيان لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضرى فحمد ثاني هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الربان وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الإحسان وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباخا بغير تواني وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصياني والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا ولكن أصنها نوعاني ذهبيتان بكل ما حوتاه من حل وآنية ومن بنياني وكذاك أيضا فضة ثنتان من حل وبنيان وكل أواني لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لمعاني أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة في غاية التبياني لكنهم الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن ولقد أتى في سورة الرحمن تفصيل الجنان مفصلا ببياني هي أربع ثنتان فاضلتان ثم يليهما ثنتان مفضولاني فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعسر نظمها بوزاني وإذا تأملت السياق وجدتها فيه تلوح لمن له عيناني سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنياني ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم باني هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشاني لكن ما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكراني ولد عقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطاني فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيات ليس ثم يداني إلا هما أو نعمتاه وخلقه كل بنعمة ربه المناني لما قضى رب العباد الغرس قال تكلمي فتكلمت ببياني قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان ولقد روا حقا أبو الدردى إذا أكع ويمر أثر عظيم الشاني يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان ما مثله أبدا يقال برأيه أو كان يا أهلا بذا العرفاني فيه النزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحناني فترى الفتاة يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلاني هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشاني والساعة الأخرى إلى عدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن والرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجباني فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذناني كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطاني والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندماني أو داع نوم استغفر أو سائل أعطيه إني واسع الإحساني حتى تصل الفجر يشهدها مع الأملاك تلك سهادة القرآن هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبران وبناء هل بنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان وكذاك من ذر وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان والطين مسك خالص أو زعفران جاب ذا أثران مقبولان ليس بمختلفين لا تنكرهما فهم الملاط لذلك البنيان والأرض مرمرة كخالص فضة مثل الميرات تنالها العينان في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشاني هذا لحسن اللون لكن ذا لطيب الريح صار هناك تشبيهان حسباها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان وترابها من زعفران أو من المسك الذي مستل من غزلان غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان سكانها أهل القيام مع الصيام والإحسان والصعود للعليا لأصحاب الهمم العالية لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم وأتى بهم خداما قوم إذا عم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صمات الرحمن ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان يغش الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان خيرات أخلاق حسان أو جهن فالحسن والإحسان متفقان فيها الأرائك وهي من سرور عليهن الحجال كثيرة الألوان لا تستحق اسم الأرائك دونها تيك الحجال وذاك وضع لسان بشخانة يدعونها برسان فارس وهو ظهر البيت ذو الأركان أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال دان كالسدر أصل النبق مخبوض مكان الشوق من ثمر ذوي ألوان هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان والطلح وهو الموز منبود كما نضدت يد بأصابع وبنان أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأوصان وكذلك الرمان والأعنار والنخل التي منها القطوف دوان هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان أو أنه متشابه في الإسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني أو أنه وسط خيار كله فالفحل فيه ليس ذا ثنياني أو أنه لثمارنا ذو شابه في اسم ولون ليس يختلفاني لكن بهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجداني فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العيناني قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما ترياني يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الإسم متفقاني يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستاني وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للضمآني وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكاني لم تنقطع أبدا ولم ترقب مسير الشمس من حمل إلى ميزاني وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقى للقنو في العيداني بل ذللت تلك القطوف بكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإنكاني ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببياني قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألواني ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعف من العقياني وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحساني وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنا ذاني أوما سمعت بظل أصل واحد فيه لسير الراكب العجلاني مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأفناني ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها مئة بلا نقصاني تتفتح الأكمام منها عن لباسهم بما شاء من الألواني قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأوصاني فتثير أصواتا تلذ لي مسمع الإنسان كالنغمات بالأوزاني يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيداني أوما سمعت سماعهم فيها غنى الحور بالأصوات والألحاني وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحساني وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أوصاني وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجاني وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني ما ظن سامعة بصوت نطيب الأصوات من حور الجنان حساني نحن النواعب والخوالد خيرا ثم كاملات الحسن والإحساني لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضر من الأضغاني طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا الحقاني في ذاك آثار روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني ورواه يحيا شيخ لوزاعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحاني لا تغثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرماني إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصاني والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبداني والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإجلالا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلاني حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعاني تقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحاني قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنها يستوي القوتاني ولذا تراه حظ ذي النقصاني وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخ العرفاني يا لذة الفساق لستيك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن أنهارها من غير أخدود جرت سبحان منسكها عن الفيضاني من تحتهم تجري كما شاء مفجرة ومال النهر من نقصاني عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألباني والله ما تلك المواد كهذه لكنهما في اللفظ يجتمعاني هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهاني أتظنها محلوبة من باقر أو ناقة أو معز أو ظاني وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسماني وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنسى وفواكه والطيب مع روح ومع ريحاني وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولداني وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصاني والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكراني وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي المجدان فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان وشرابهم من سلسبيل المسجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني يدعى بتسليم سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن صفى المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان لكن أصحاب اليمين فأهل مسج بالمباح وليس بالعصيان مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المسج بالميزان هذا وذو التخليط مرجا أمره والحكم فيه لربه الديان هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ظوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران أقول أحبتي طوبى لعبد يقدم للجنان وما رآها ولم يعبأ بدنيا حايلته وقد عرضت عليه وقد أباها هي جنة للمتقين تزينت الله أنشأها ونعم الصانع وهم الملوك على الأسرة فوق هاتي كروس مرصع التيجان ولباسهم من سندوس خضر ومن استبرق نوعان معروفان ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعدها طيران كلا ولا نسيت على المنوال نسجد يا بنا بالقبن والكتان حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان بيض وخضر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق نعمان لا تقبل الدنس المقرب للبلا ما للبلا أبدا بهن يدان ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورسيقان لكن تراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أوان والفرش من استبرق قد بطنت ما ظنكم بظهارة لبطان مرفوعة خوط الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان هذا وكم زربية ونمالق ووسائد صفت بلا حسبان والحلي أصفى نؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العتيان ماذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران التاركين لباسهم في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوءهم بوزان وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العبدان والساقان وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان ماذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعبدان ولذاك أهل الفقه مختلفون فيه هذا وفيه عندهم قولان والراجح الأقوى انتهاء وضوءنا للمرفقين كذلك الكعبان هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن وحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان ونعيم الراوي له قد شك فيه رفع الحديث كذار والشيبان وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا ودا في غاية التبيان يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان ويظل يسعى دائما حول الصفاء ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال علامنا والخيف يحجبه عن القربان فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بدان يبغي التمتع مفردا عن حبه متجهدا يبغي شفيع قران فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان رفعت لهم في السيه أعلام الوصال فشمعوا يا خيبة الكسلان ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان من قصرات الطرف لا تبغي سوى نحبوبها من سائر الشبان قصرت عليه طرفها من حسنه فالطرف في ذا الوجه للنسوان أو أنها قصرت عليها طرفه من حسنها فالطرف للذكران والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القرآن ولربما دلت إشارته على الثالثة تلك إشارة لمعاني هذا وليس القاصرات كمن غدت نقصورة فأمائدا صنفاني يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردن عن حسن وعن إحساني لا تسبي أنك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنذال والأرذالهم أكفاؤها من دون ذي الإحسان ما ثمها من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعن قط يداني إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصاني أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصاني نقد رديء فوقه من فضة شيء يضم به من الأثماني فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العمياني أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخداني والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسواني فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شباني وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تغفر إلى ذا الآن فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان والله لم تخرج إلى الدنيا لنهدت عيشها أو للحطام الفاني لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجدت بأقبح الخسراني أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن بشاني والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان لكنها سكرى بحب حياكها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان إنها دار خلود وبقاء لا فيها بأس ولا شقاء ولا أحزان ولا بكاء نور يتلألأ وأغصان تهتز وقصر مشي وزوجة حسناء جميلة والحور تبسم عن تألق حسنها ينداح نور من سماها يصطع فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كملنا خلائقا ومحاسنا من آكمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل السث بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأرصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان موتقن صنعة الإنسان لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يرياني فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعياني حمر الخدود ثورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثورها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني لله لا ثم ذلك الثغر الذي في لثبه إدراك كل أماني ريانة الأعطاف من ماء الشباب فأسنها بالماء ذو جرياني لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضي باللدن في حسن القوام كأوسط القضبان في مغرس كالعاج تحسب أنه حال النقاء واحد الكثبان لا الظهر يلحقه وليس فديها بلواحق للبطن أو بدوانه لكنهن كواعب ونواهد فنهودهن كألقى في الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحلي بعاده فله مدى أيام وسواس من الهجران والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبدلينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بهزان والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد هارت من الأعكان حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان ذا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان فخذان قد حفى به حرسا له فجنابه في عزة وصيان قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان وهو المطاع أميره لا ينتهي عنه ولا هو عنده بجبان وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران وإذا يجامعها تعود كمن تشات بكرا بغير دم ولا نقصان فهو الشهي وعضه لا ينتني جاء الحديث بذا بلا نكران ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان واضرب له مثلا بصب غابع محبوبه في شاسع البلدان والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان أتلومه أن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاجم الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلامها يسب العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والآذان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان تلك الحلاوة والملاحة أوجبا إطلاق هذا اللفظ وضع لساني فملاحة تصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لصاب وابق بلغت به اللذات كل مكاني أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جاني حصن عليه حارس من أعظم الحراس باسا شأنه ذو شاني وإذا أحاس بداخل للحصن ولا حاربا فتراه ذا إمعاني ويعود وهنا حين رب الحصن يخرج منه فهو كذا مذى الأزمان وكذا رواه أبو هريرة أنها تنصاع بكرا للجماع الثاني لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الإتقان هذا وبعضهم يصحح عنه في التقسيم كالمولود من حباني فحديثه دون الصحيح وإنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان يعطي المجامع قوة المئة التي تمعت لأقوى واحد الإنسان لا أن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون أضيعف الأركان ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان ورجاله شرط الصحيح رووا لهم فيه وذا في معجم الطبران هذا دليل أن قدار نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن وبقوة المئة التي حصلت له أفضاء لا مئة بلا خاران وعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفان فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما ها هنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان ما ها هنا إلا النفار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل النساء عوانيان شرعا فأضحى البعل وهو العاني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعة بذلة وهواني وإذا بدأت في حلة من لبسها وتمايلات كتمايل النشواني تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتوفاح على رماني وتبخترات في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيواني هو صائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيماني كالبدر ليلة تمه قد حف في قسق الدجا بكواكب الميزاني فالطرف منه وقلبه ولسانه في الدهش والإعجاب والسبحاني والقلب قابل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلاني حتى إذا ما واجهته تقابل أرأيت قاق تقابل القمراني فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتاقبيل وعنفلتاني وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشه ووجه كنبه للشمس من جرياني وسل المتيم كيف عيشته إذا وهما على فرشيهما خلواني يتساقطان لآلئا منثوراتا من بين منظوم كنظم جماني وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحاني وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكفيا قمار من الولداني يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئاني فيضمها وتضمه أرأيت مع شوقين بعد البعد يلتقياني غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملاني أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربكما هما ضجراني ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزماني فوصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزماني فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنواني فرق لطيف بين ذاك وبين ذاك يدريه ذو شغل بهذا الشاني ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطاني يا غافلا عما خلقت لهم تبه جدا رحيل ولست باليقضاني سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذل حظ الخسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرماني لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحبت كل أماني منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبداني ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا أضعت وكنت ذا إمكاني والناس بينهم خلاف هل بها حبل وفي هذا لهم قولاني فنفاه طاوس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان وروى العقيني الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن ألا توالد في الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشان وحكاه عنه الترمذي وقال إسحاق ابن إبراهيم ذو الإتقان لا يشتهى ولد بها ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان ورواه شام لابنه عن عامر عن ناجي عن سعد بن سنان أن المدعم في الجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان إسناده عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيبان ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان لكن غريب ما له من شاهد فرد بذا الإسناد ليس بثاني لولا حديث أبي رزين كان ذا كالنص يقرب منه في التبيان ولذا كأوله ابن إبراهيم بي الشرط الذي هو منت في الوجدان وبذا كرام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان هذا وفي تأويله نظر فإن إذا لتحقيق وذي إيقان ولربما جاءت لغير تحقق والعكس في إن ذاك وضع لسان واحتج من نصر الولادة أن في الجنات سائر شهوة الإنسان والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم الشهوات في القرآن فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبلا من النسوان واحتج من منع الولادة أنها بلزومة أمران ممتنعان حيظ وإن زال المني وذلك الأمران في الجنات مفقودان لكن ما الموجود نوع غير معهود فماذا النفي والإثبات متحدان وروا صدي عن رسول الله أن منيهم إذا كذوا فقدان بل لا منية ولا منية هكذا يروي سليمان هو الطبران وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلاد والإثبات نوع ثان والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها بوزان ذكر وأنثى والذي هو ضده وكذا كمن أنثى بلا ذكران والعكس أيضا مثل حوى أمنا هي أربع معلومة التبيان وكذا كمولود الجنان يجوز أن يأتي بلا حيظ ولا فيضان والأمر في ذا ممكن في نفسه والقطع ممتنع بلا برهان فلذاك عند الوقف حتى يستبين لي الصواب بفضل ذي الإحسان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان واتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياطه نوعان وهي الزيادة قد أتات في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان وهو المزيد كذاك فاسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن ولقاءه إذا كرؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان هذا ويأكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان وأعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان وآتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان ما فوق ذا التصريح شيء ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان لو قال أبينا ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن وحكوا من الكفار يومئذ كما وحكوهم منهم على الإيمان وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران فلذاك فاسرها الأئمة أنه ذضر إلى الرب العظيم الشان لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان وروا ابن ماجة مسندا عن جابر قبرا وشاهده ففي القرآن بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهان وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والدان رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء لي التسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تراه منهم العينان مصداق ذا يا سين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحماني من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقياني في ذا الحديث علوه وكلامه ومجيئه حتى يرى بعياني هذه أصول الدين في مضمونه ذا قول جه من صاحب البهتان وكذا حديث أبي هريرة ذلك القبر الطويل أتى به الشيخان فيه تجل الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببياني وكذا كرؤيته وتكليب لمن يختاره من أمة الإنسان فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي سلطان إجماع أهل العزم من رسل الإله وذاك إجماع على البرهان لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان أصحابها أهل التخرص والتناقض والتهاتر قائل البهتان يكفي كأنك لو حراست فلن ترى فئتين منهم قط تتفقان إلا إذا ما قلدوا لسواهما فتراهم جيلا من العميان ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان هل يستوي هذا ومبصر رشده الله أكبر كيف يستوياني أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم ولد الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحنان فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواه مسلم ببيان ولقد آتانا في الصحيحين الذين هما أصاح الكتب بعد قرآن برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عن من جاء بالقرآن أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران فإن استطعتم كل واقف فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان ولقد روا بضع وعشرون امرأا من صحب أحمد خيرة الرحمن أخبار هذا الباب عن من قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان وألذ شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان فإذا ترارى عنهم وعادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلالة المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولدة النظر الذي لجلال وجه الرب ذي السلطان فالشوق لاذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان إياك ومقعداتك عن الفوز ولا تكن أسيرا لذنوبك وسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض بالله ما عذر مرء هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقضان بل طلبه في عقدة فإذا استافى قبله سهوه وحلة الكسلان وحلة الكسلان سالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان وسعيت جاهدك في وصال نواعيم وكواعب بيض الوجوه حسان جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشه وعاد لوقته ينهال ميث لنقا من الكثبان لكن قلبك في القساة جاز حد ذا الصخر فالخنساء في أشيان لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان خوذ لعنين تزاف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان شمس تزاف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلات الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسار الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكانه الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعقلت دار الجازاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطين المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رتب العلا بمشيئة الرحمن فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني وإذا أبت تنقاد نفسك فاتهمها ثم راجع مطليع الإيمان فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكن ما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان صرحت أن يقيلنا لا يستفاد به وليس لديه من إيقاني أوليته هجرا وتحريفا وتفويضا وتأويلا بلا برهاني وسعيت جهدي في عقوبة منسك بعراه لا تقليد قول فلاني يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هداني جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران قد بعطيب العيش في دار النعيم بذى الحطام المضمح للفان إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقاني بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولاني والوقف منهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان لم تؤثر الأدنى عليه وقالت النفس التي اشتغلت على الشيطان أتبيع ناقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيد الأكوان لو أنه بنسيئة الدنيا لهان الأمر لكن في معاذ ثاني دع ما سمعت الناس قالوا هو خذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روضاني لرأيت هذا كامنا فيها ولو أمنت لألقته إلى الآذاني هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهواني أتبيعه بنسيئة في غيرها ذي الدار بعد قيامة الأبداني هذا وإن جزمت بها قطعا ولكن حظها في حيز الإمكان ماذا كقطعيا لها والحاصل الموجود مشهود برأي عياني فتألفات من بين شاهوتها وشبهتها قياسات من البطلان واستنتجت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان وتامنا التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد عوضا تلذ به من الإحسان فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا مدى الأزمان لو نال كل مليحة ورياسات لم يطمئن وكان ذا دوران بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يثنيه حب ثاني وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيمان كنتم مع نونية بن القيم في وصف الجنة من البيت رقم أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثين إلى البيت رقم خمسة آلاف وخمسمائة وإحدى عشر ومن البيت رقم خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرين إلى البيت رقم خمسة آلاف وستمائة وثمانية وتسعين تم هذا العمل في استوديو القادسية تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد 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 صف وللعلم فإن جميع الفقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته